اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن مسألة تمكين الشباب وتأهيلهم على النحو الأمثل تأتي في مقدمة أولوية المجلس الأعلى للشباب والرياضة نعم وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه الرامية إلى توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للشباب باعتبارهم فرسان المستقبل والقادرين على صناعة مجد المملكة ونوه سموه بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي وضعت توفير فرص الارتقاء بمهارات الشباب وتمكينهم ضمن أولويات برنامج الحكومة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة قرب انطلاق مدينة شباب 2030 في نسختها الثانية عشرة إن مشروع مدينة الشباب 2030 يمثل تعبيرا حقيقيا عن حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توفير أفضل ظروف الرعاية لشباب مملكة البحرين واستقطابهم للمشاركة في الأنشطة الهادفة إلى حشد طاقاتهم وتوجيهها التوجيه السليم وأضاف أسموه أن المتتبع لمسيرة مدينة شباب 2030 ونتائجها المتميزة على مدار 11 نسخة ماضية يدرك تماما نجاحها والسمعة الطيبة التي اكتسبتها في السنوات الماضية لما لها من أهمية بالغة في تنمية مهارات الشباب وصقلها وتخريج أفواج من الشباب البحريني الذين أبرزوا الصورة الناصعة عن أقرانهم وأثروا سوق العمل عبر مشروعاتهم الريادية مشيرا سموه إلى أن مدينة الشباب تعد نموذجا وطنيا باهرا من نماذج التعاون بين وزارة شؤون شباب وصندوق العمل تمكين حيث انصهرت أهدافهما في بوتقة واحدة هدفها إعلاء شأن الشباب البحريني وتوفير بيئة مثالية لاحتضان مواهبهم وأدعى سموه شيخ ناصر بن حمد الشباب البحريني إلى استغلال الفرص التدريبية التي توفرها مدينة الشباب عبر المشاركة في برامجها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتنفيذ أفكارهم في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر